بينما تتحدث دول أوروبية عن حلول لوقف تدفق الهجرة من سوريا يستمر السوريون بالهجرة في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد وانعدام للحلول السياسية والعسكرية وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي قالت إن دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج تلقت نحو 86 ألف طلب لجوء من سوريين خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مضيفة أن ألمانيا تلقت قرابة نصف من طلبات اللجوء التي قدمها السوريون تعيش سوريا حتى اللحظة حالة من الفلتان الأمني والفقر يدفع سكانها نحو طلب اللجوء وهنا تكثر الشواهد والأدلة ففي شمال غرب سوريا يعيش أكثر من 91% من العائلات تحت خط الفقر بحسب فريق منسق استجابة سوريا بينما تعيش مناطق سلطة الأسد حالة خطف واعتقال مستمرة تؤكد أنها مناطق ليست آمنة بالفعل وفي مناطق قسد لا يبدو الحال أفضل مع استمرار انتهاكات قسد وقواتها العسكرية والتي كان آخرها الاعتداء بالضرب المبرح على موظفي المشفى الوطني في مدينة الرقة من قبل عناصر قسد وفي ظل بحث دول أوروبية عن حلول للهجرة نحوها يشير مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارانز ديسي في حديث لموقع دوتشيه في ليه إلى أن بشار الأسد لن يقدم تنازلات قوية ولن يكون طرفا لإيجاد حل ولذا فإن على الاتحاد الأوروبي إفساح المجال أمام تحسن الوضع الأمني والاقتصادي للسوريين الذين يعيشون في بلادهم يبحث السوريون عن حياة مستقرة وآمنة بينما بعد أن وصلوا لطرق مسدودة تبدي أن واقع البلاد لن يتغير في ظل استمرار سلطة الأسد بالحكم وعدم وجود حلول حقيقية تعيد البلاد إلى ما كانت عليه عدا عن محاولات هنا وهناك لا تمثل الحل الشامل شكرا